عشاق الأصالة في كل مكان يتجدد اللقاء بحضراتكم ومسامعكم في انطلاقات أشواطية هذا المساء وهذه التحديات الجميلة مع الرقصي مع الكبار في هذا الميدان تحفة الميادين في المرموم هذه شاشة دبي ريسنغ كذلك الحاضرة مع هذه الانطلاقات والمتواصلة مع الأصالة شوطنة الخامس الذي أعلنت قبل قليل بداية انطلاقته ليحمل لنا درر الاصالة الذي سجلت اسمها بحروف من ذهب ومن نور تنطلق ليتجدد هذا الموسم بتحدياتها نسير مع لمسه على مقدمة الشوط وهناك أيضا تتواجد ملهمة من الجانب الآخر وصفهان يحمل شعار هجن العاصفة على ثلاثية المقدمة وحمد بن راشد بن غدير يقودهم في التضمير على المركز الأول بينما تاتي في المركز الرابع وصلنا وهناك شعار هجن الرئاسة بقيادة الجري سعيد بن حمد بن دري الفلاحي الذي تنطلق في هذه اللحظات التي رهيبة تتواجد في هذا الشوط بينما المركز الخامس خامس المراكز هناك التواصل وصلت على المركز الخامس فزعها أو فزعه هناك على المركز الخامس فزعه تندفع بقوة لمسه لا زالت لمسه ترقص على أرضية الميدان مع شعار هجن العاصفة مشاهدين متابعين الكرام والواثق الواثق متواجد ومركز ما شاء الله على هذا الانطلاق وهذا الاندفع حمد بن راشد بن غدير قدم لمسه وكذلك ياتي بصفهان أسماء صالة هجالة أسماء قدمت سجل بحروف من نور بحروف من ذهب مشاهدين متابعين الكرام في فترتها العمرية وصلت إلى سن الذلل سن الحول الذي تقدم في هذه الانجازات واستعدادها لبداية الموسم في هذا الانطلاق لمسه على المركز الأول بشعار هجن العاصفة وصفهان تاتي في المركز الثاني حمد بن راشد بن غدير يدير تضمير شعار هجن العاصفة بينما المركز الثالث شوف التحرك والقدوم في هذه اللحظات من قبل سمحة بالشعار الأحمر شعار هجن الرياسة الشعار القالي على قلوب كل أبناء هذه الدولة والجماهير يا السلام يا سلام يا سلام يا سلام هناك نعود إلى المركز الرابع المركز الرابع تاتي في سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن لاحج الهاجري يقودها مضمرا على رابع المراكز خلاص ما تبقى إلا القليل من وصول خط نهاية من وصول خط نهاية ولمس بلمساتها الجميلة بانطلاقاتها الرائعة بأداها الجميل وصفهان تاتي في المركز الثاني بشعار هجن العاصفة بهجن العاصفة في هذا الانطلاق ولكن شوف 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 الإعلان هناك أعلنت أعلنت التحدي الجميل سلهودة سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطار بن سيب باللاحج ولكن نصفهان غيرت إلى مقدمة الشهط استلمتناك من لمسة في الأمتار الأخيرة المقدمة تهنينا تهنينا مشاهدين العزاء لهجن العاصفة تهنينا لسيدي مالك هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم شكرا يلواثق على المتابعة المركز الثاني وصلت في سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم المركز الثالث من هجن الرئاسة المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمركز الخامس من هجن العاصفة هكذا مشاهدين متابعين الكرام الخمس المراكز الذي وصلت إلى خط النهاية وبقية المراكز كذلك الأخوة في خط النهاية لها متابعة في العشر المراكز نعود إلى التوقيت الزمني وهذه أصفهان قطعت المسافة في تسع دقائق ثلاث وثلاثين ثانية سبع أجزاء من الثانية تاهنين الهجن العاصفة تاهنين للواثق حمد بن راشد بن غدير بينما وصلت في المركز الثاني سلهودة قطعت المسافة في فترة الزمني مقدارة تسع دقائق خمس وثلاثين ثانية جزء واحد من الثانية تاهنين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم امتاهنين لمطر بن لحج الهاجري بينما وصلت سمحة في المركز الثالث قطعت المسافة في تسع دقائق وخمس وثلاثين ثانية ثمانية جزء من الثانية من هجن الرئاسة كذلك بقيادة عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي هكذا الثلاث المراكز بالتوقيت الزمني وأشواطنا مستمرة في الوقت